وفق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها ونص التعديل أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية بحيث يصبح تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز الترخيص على موافقة من مدرية الأمن المختصة والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار الترخيص خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولأحاته التنفيذية وفقا للجدول المرفق الذي يتضمن سردا لـ 35 نشاطا فقط تتطلب الموافقة الأمنية بعد أن كان يضم 83 نشاطا وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها خاصة ما يتعلق بأنشطة تبيع المواد الخطرة ومستودعات ومخازن المواد البترولية وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وتلك التي تتطلب توفر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية ترجمة نانسي قنقر